أنا يعني عندي في المقدمة حاجات كتيرة يعني سواء فيما يخص منقشة التنسيقية سواء الجلسة الافتتاحية سواء الملف الاقتصادي اللي كنت لما بسأل حد يوم الجلسة الافتتاحية حتى من الأحزاب أقول لهم وخلينا نبدأ من ده يعني لأنه هو الموقف ده فعلا أنا شاهدته وأنا بأجري اللقاءات مع عدد حتى من أعضاء الأحزاب المشاركين بشكل عام لما كنت بقول لهم هل أنتوا فعلا هو أهم ما يهمكم يعني المشاركة السياسية وتعزيز دور الأحزاب تمويل الأحزاب وكل النقاط دي لا كيف يقول لها الملف الاقتصادي شايف حضرتك التحدي ده وهو ده أولويات العمل الوطني موجود لأنه ده عنوان الحوار الوطني التحديات اللي موجودة فيها العالم أجمع وبتمر بيها مصر بالطبع خلينا طبعا نقول إن إحنا يعني في الحوار الوطني إحنا عندنا ثلاث محاور زي ما الناس عارفة طبعا حتى بالتحليل الإحصائي لعملات الأمانة الفنية لمجلس الأمانة الحوار كان المحاور الاقتصادي هو صاحب النصيب الأكبر الحقيقة أنه هو الاقتصاد والسياسة وجهين لعملة واحدة فلا يمكن أن نتقدم الاقتصاد عن السياسة ولا السياسة عن الاقتصاد لكن منطقية الأمور في ظل الظروف العالمية اللي بتحيط بمصر وبرامج الإسلاح الاقتصادي اللي إحنا عملناها في مصر من 2016 حتى الآن بتلزم علينا إن إحنا ناخد المحاور الاقتصادي في الأولويات لأنه عن طريق الاقتصاد ستتحرك الأليات السياسية بسهولة لأن أنا لو أنا بتكلم على زيادة مشاركة سياسية طبعا أنا كمواطن بسيط إزاي هشارك في المشاركة السياسية وزود انتمائي للأحزاب أو للعمل العام وأنا عندي ما يكبيني اقتصادية إزاي أنا كحزبة هفكر في تمويل وإقامة شركات وأنا المنطقة الاقتصادية عندي بشواطعة فعشان كده الاقتصاد هو الليل الأولوية لأنه ده اللي يهم السواد الأعظم من الشعب هو تأثيره على الوطن ككل السياسة طبعا مهمة وحدش يقدر يقلل منها وعشان كده احنا مهتمين بها وفعلا هي وقدر نصيب كبير تاني لكن دايما تأتي بعد نتائج الاقتصاد الجيد يبقى فيه تلمية سياسية حقيقية ترجمة نانسي قنقر